لطالما اشتهر الأفوكادو منذ القدم بكونه من أحد الثمار التي تعود بفوائد عديدة على أعضاء الجسم المختلفة فما هي فوائد الأفوكادو؟ يعتبر الأفوكادو أحد أنواع الفواكه المميزة حيث أنه يختلف عنها بكونه أقل من ناحية محتواه من الكربوهيدرات وأعلى بالدهون أشارت العديد من الدرسات والأبحاث إلى العديد من فوائد الأفوكادو التي تعود على صحة الإنسان فوائد الأفوكادو يرتبط تناول الأفوكادو بالعديد من الفوائد الصحية ومنها التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب أظهرت الدرسات أن تناول الأفوكادو يزيد من مستويات الكوليسترول الجيد ويقلل من مستويات الكوليسترول الضر ولتوافر كميات كبيرة من البوتسيوم في ثمرة الأفوكادو فإنها تعمل على خفض مستويات ضغط الدم وهذا يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب تساهم في إنقاص الوزن على الرغم من احتواء الأفوكادو على الدهون بكميات كبيرة إلا أنها لا تسبب زيادة الوزن ولا تعيق نزوله في الوقت نفسه كما يعتقد بعض الأشخاص بل تشعر الشخص بالشبع لفترات أطول عند تناولها مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام لعدة ساعات وهذا بدوره يجعل الأفوكادو خياراً ممتازاً لإضافته لحميات إنقاص الوزن الصحية كما أنها تحتوي على كميات كبيرة من الألياف وكميات قليلة من الكربوهيدرات فلا تتسبب بارتفاع السكر في الدم تزيد من انتصاص العناصر الغذائية تحتاج بعض العناصر أن تدمج مع الدهون ليتم انتصاصها واستخدامها في الجسم ومن هذه العناصر فيتامين إه وفيتامين إي وفيتامين كيه وفيتامين دي وبعض مضادات الأكسدة كالكاروتينات إذ أظهرت دراسة أن إضافة الأفوكادو إلى الطعام زادت من انتصاص مضادات الأكسدة بمقدار ثلاثة أضعاف تحافظ على صحة العين تحتوي الأفوكادو على مضادات للأكسدة مهمة لصحة العين مثل الزيكسنث واللوتين حيث بيّنت الدراسات علاقة هذه المضادات بالتقليل بشكل كبير من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والتنكس البقعي وهي حالات شائعة بين كبار السن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان أظهرت الدراسات احتمالية مساهمة مستخلص الأفوكادو في التفبيت من نمو الخلايا البروستات السرطانية وأظهرت دراسة أخرى احتمالية تقليل لأفوكادو للآثار الجانبية للعلاج الكيماوي على الخلايا الليمفاوية تمنع الإصابة بهشاشة العظام توفر نصف حبة من الأفوكادو ما نسبته 25% من القيمة اليومية الموصى بها من فيتامين كي المهم لصحة العظام إذ يزيد فيتامين كي من امتصاص الكاليسيون ويمنع طرحه في البول تعزز صحة الجهاز الهضمي تحتوي الأفوكادو على كميات كبيرة من الألياف والتي تمنع الإصابة بالإمساك وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي وتقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون علاوة على الفوائد الكثيرة التي يقدمها تناول الأفوكادو للجسم والقلب فإن الأبحاث العلمية أثبتت أن ثاكهة الأفوكادو مهمة لمن يعانون من الضعف الجنسي خصوصاً أمراض ضعف الانتصاب تحتوي فاكهة الأفوكادو على فيتامين بي 6 وحمض الفوليك المساعدين على تنظيم مستويات الحمض الأميني هذا الحمض في مستوياته الطبيعية يزيد من صحة القلب بالتالي يعزز من قوة الانتصاب بالإضافة إلى احتواء ثمار الأفوكادو على الأملاح الضرورية لحياة جنسية سليمة حيث يدخل كلاً من البوتسيوم والمغنيسيوم في تركيب الحيوان المنوي وتساهم في تغذية الحيوانات المنوية كما أن لوتين واحد من أهم المواد التي تقي من سرطان البروستاتا تعزز فاكهة الأفوكادو من القدرة والدافع الجنسي عند من يعانون من أي مشاكل متعلقة بالقدرة بسبب احتواءه على الدهون الأحادية غير المشبعة التي تحافظ على صحة القلب لكي يعمل القلب بشكل سليم فيضخ الدم بطريقة صحيحة إلى جميع أجزاء الجسم فيعزز من القدرة لدى الرجال حيث أن نسبة كبيرة ممن لديهم أمراض القلب يعانون من مشاكل في ضعف الانتصاب كمان الأفوكادو من الفاكهة المناسبة للحامل لأنها خالية من الصوديوم والكوليسترول وتحتوي على حمض الفوليك يفضل تناول الأفوكادو خلال فترة الحمل لمنع الغثيان وتقوية جهاز المناعة وإنتاج الطاقة والمساعدة في عملية التمثيل الغذائي موسيقى